هكذا كانت صراقب قبل أيام قليلة وهكذا أضحت بعد أن استعادت حيويتها ونشاطها الاقتصادي عقب دخول اتفاق مناطق تكفيث التوتر حيث التنفيذ الأسواق والمحال التجارية والكثافة السكانية عادت إلى شوارع المدينة التي كانت خوية من الكثافة الميرانية التي شنها النظام وحديثه الروسي على المدينة أعمال البناء وأعادة ترميم ما دمرته آلة الحرب من منازل ومجمعات تجارية تنشط بكثرة في المدينة نظرا لعودة سكانها من مخيمات نزوعهم والقرى والبلدات المجاورة تدب الحياة مجددا في أرجائها المؤسسات المدينة والأمنية بدورها وعيدة تتعيدها من جديد لإدارة الشؤون المحلية والاقتصادية بصد تخوف شديد من عودة مسلسل القصر الذي لطالما أنهك المدن السورية